اتخذ القرار الاوروبي الاصعب ووضع الحذر على واردات النفط الروسي بنسبة 90% قمة بروكسل خرجت بمقرارات شملت فرض حذر تدريجيا على واردات النفط الذي تصدره روسيا عبر السفن مع منح اعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر الانبيب وذلك ارضاءا للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد الحزمة السادسة من العقوبات الاوروبية على روسيا مشيرة الى ان اضرار القرار اكبر من منافعه اما المسؤولون الاوروبيون الذين صوتوا على القرار فعينهم فقط على ايذاء روسيا مشيرين الى ان الحذر سيحرم موسكو مصدر تمويلا ضخما لعمليتها العسكرية في اوكرانيا انجاز من رائع من قبل المجلس الاوروبي اودوا ان اشكر جميع الزملاء الذين شاركوا في هذا الاجتماع كانت هناك تكهنات بشأن خطر الافتقار الى الوحدة ووحدة الاتحادات الاوروبية هو اعتقد ان من المهم اكثر من اي وقت مضى اظهار اننا قادرون على ان نكون اقوية اننا قادرون على ان نكون صارمين لادفاع عن مصالحنا هذا القرار القوي رسالة موحدة تجاه اوكرانيا وروسيا بفضل هذا القرار والتصويت المجلس سيفرد حاضرا على نحو 90% من جميع واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام سنعود قريبا الى مسألة العشرة في المئة المتبقية من نشط خط الانبيب الخطوة التالية هي الغاء السوفتينغ لسبيربانك وهو اكبر بنك روسي سريعا جاء الرد الروسي على القرار الاوروبي حيث اكد ميخايل اوليانوف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ان موسكو ستجد مستوردين اخرين لنفطها وفي تغريدة له اشار الى ان التغيير السريع لنمط التفكير يظهر ان الاتحاد الاوروبي ليس بحالة جيدة فكيف ستتصرف الدول الاوروبية اذا خابت توقعاتها بالتأثير في الاقتصاد الروسي وكيف سينعكس ذلك على المواقف الدولية ازاء الصراع العالمي على نحو العام